نرجع للدكتور مصطفى الصادر متخصص في شؤون التراث دكتور مصطفى كنت معانا مبارح وكنا بنتكلم على المراغي كنا بنتكلم على الورش إمام ورش كنا بنتكلم على مقابر أخرى ماذا عن مقبرة محمود سامي البارودي؟ هي المشكلة عن مقبرة محمود سامي البارودي مقدش عقيا مفيش مقطة تتقال إيه اللي هيحصل إنا تحط عليها علامة اللي هي الخضرة دي اللي عليها نقطة دي من أيام فمعناها أن هي دخل في المقطة أنها تتشال وهو اللي هصل أن في بعض المقابر أو أصحاب المقابر تقدموا لجنة التراث فتسجلوا أن هم أثر لتقييمة تراثية فدول لحد دلوقتي يعني موقفهم مش باين من شمال ضمنهم كان محمود سامي البارودي لكن محمود سامي البارودي يعني غير أن هو رب السيف والقلم هو كان أزير حربية وكان رئيس وزراء وكان مع أنه أصلا شركاسي يعني شارك مع الصورة العربية يعني شارك مع الزباط المصريين ضد الشركسة يعني حاجات كتيرة قوي تخلينا أن نحن نفكر كتير قوي إزاي نحنن الروفات ده كمان غير التركيبات اللي موجودة جواه شايفوا حياتك التركيبة اللي موجودة دي هي تركيبة أصلا خشب وحاليها تركيبة نحاس نحاس ده أصلا كميل جدا والنقش اللي عليها هي اللي أهم من كده أن اللي كاتب الكلام ده يوسف أحمد برضو اللي يوسف أحمد ده شغله أولايل جدا أنه كمان يكتب بالخط السلس مش بخط الكوفي ده أولايل جدا يعني يوسف أحمد كتاباته أصلا كمان أن كتاباته بالخط الكوفي تخليه أكتر قيمة كمان ومن الواضح أن النقش اللي مكتوب هي أشعار محمود سامي البرودي هو مكتوب بعض الأشعار ومكتوب أصلا هو من سلالة نروز الأتابكي يعني مكتوب أنه أتولد إيه وأنه في الآخر رب السيف والقلم الخط في منتهى الجمال النفس التركيبة في منتهى الجمال انت التركيبة اللي حاسد يشوف التركيبة الخشب برضو في منتهى الجمال رائعة يعني هو جمال جوه جمال يعني رائعة ونادرة يعني أنا مش مصدقة أنه يمكن لبلد أن يعني تهدم هذا من أجل شارع يعني مش قادرة أتخيل طب حابيتك تصدق أن هم هنشيلوا مخبرة أحمد باشر شفيق المؤرخ أحمد باشر شفيق اللي هو كانت بحواليات السياسة المصرية كانت بمذكراته في مصر القرن اللي قرأ للتاريخ بتاع عبدالس علم التاني اللي أصلا مخبرته اللي كاتبها الشيخ عبدالعزيز الفاعل عبدالعزيز الفاعلة برضو خطط ملوش ماندوش يولال جدا ما تلاقي تباته يعني المقبرة محمد باشر محمود اللي هو رئيس الوصر سانة تانية محمد بحمود الشارع يعني كمان يعني محمد بحمود الشارع المقبرة كمان مونيمنت ده صرح صرح كبير ازاي حاجات دي هتحصل انا مش قادر اتخيل وبعاية مشكلة ان ده في كبه حتة هتده حت اسمها الشارع الخلف وشارع التحوية غير الهدن اللي بيحصل نحية ريتز باشر اللي هي النفس المنطقة اللي هي الامام الشافعية السورة غير اللي بيحصل في السيدة ناسية غير اللي بيحصل في التحوية حاجة يعني مش عارف الحقيقة الواحد يعني بيتهض اللي اوحش بقى ان مفيش خطة معروفة يعني مين عارف ايه مين عارف ايه يطلع يكلمنا مين عارف ايه يطلع يقول لنا نكلم مين علشان نقدر نتفاوض ونتكلم ونبين اهمية هذه المدافن وهذه المقابر ارجوكم ارجوكم لا تهدموا هذه المدافن هذه مدافن تراثية وزارة الاثر هتقولك والله مش متسجلة اثر ولكنها مبنى اثري والقاهرة كلها مسجلة في اليونسكو القاهرة كلها مسجلة كل القاهرة مسجلة في اليونسكو بانها مباني كلها تراثية وهذه مدينة تراثية لا يمكن هدمها احنا بنعمل ايه انا معرفش ومعرفش اكلم مين عشان انقذ كل هذا التراث اللي انا ببصله وبشعر بألم شديد جدا بالفخر وبالألم ايضا شكرا 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 شكرا